موسيقى ازاكا جميع النهاردة في حلقة جديدة في استفلا الرياكشن على هوم سينما النهاردة هنعمل جديد لفيلم توفولة او كارتون توفولة كلنا عشنا عليه اه وهو كارتون او فيلم اه برضو احنا لسه في موضعنا هذا اللي هو تحت البطنية البسيطة المتوضع بتاعتنا والمايك البسيط المتوضع بتاعنا وعاديين ومتكلفتين برضو لسه الجو ساعة ولسه في ناس برة برضو عملا تعمل ازعاج وانا ارفت منهم انا فضل تك حرفين وافتحي شباج واطلع الوحش اللي جواي بس مش هنعمل كده يعني خلينا كده هادين وريلاكس عشان الضغط عندي ما يعلاش يعني وانفجر زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات بتاعنا الموفي ريفيو بتاعنا بتاع فريكي ان ده هيكون بتاعنا او هيكون القاعدة بتاعتنا لفترة مؤقتة بتاعت الشتاء لان زي ما انتم عارفين انا برضو كنت موضح لما شافش الفيديو بتاعي في فريكي كنت قايل ان الجو ساعة وبصراحة الواحد يعني مكسل ان هو يقوم ويغير ويعمل ويسوي وبتاعه على سريره وبتاعه ومزبط الدنيا والبطانية والمايك والتلفزيون قدامه واللاب جنبه والموبايل والحاجات والحركات فخلينا كده بوسطاء وحلوين وبتاعه وقاعدين وزي الفل وبرضو بنعمل فيديوهات لان لو مش هنعمل او انا مش هعمل اللي انا بعمله ده حرفين مش هصور اي حاجة الفترة اللي جاية دي كلها وبصراحة دي حاجة انا مش حابب اعملها لان انا فعلا بجد عايز اعمل فيديوز وعايز اعمل كل حاجة بس زي ما تقوله كده الساعة او الشتا مخلي الواحد كسلان مش عايز يعمل اي حاجة فجات لي فكرة ان انا اعمل الموضوع ده وفعليا بجد انا عجباني الفكرة وبصراحة قاعد مستقنيس ومستريح تحت البطانية زي ما انتم اكيد حضراتكم بتتفرجوا عليها دلوقتي تحت البطانية لو انتم فعلا بتتفرجوا الفيديو وبتعملوا لايك وبتعملوا سبسكرايب وبتعملوا شير وبتعملوا كومنتز يا ريت يعني اه النهاردة هنعمل تريلر جديد بتاع فيلم اسمه توم انجاري الكارتون اللي احنا عايشنا عليه طفولتنا وذكرياتنا وحاجاتنا الحلوة دي كلها مفروض ان هو كان ينزل السنة دي بس مع الاسف اتأجل السنة اللي جاية الفين واحد وعشرين معانا في الكاست بتاعنا اللي ما عرفاش اللي كانت عملت فيلم كيك اس الجزء الاولاني والجزء التاني اللي كان اسماه هيت جيرل بان تقريبا ومعانا كمان مايكل بانا. والأى الكاتب بتاع الفيلم هو ده تقيبا اول مرة اسمع عنه انا مش بنفدوش قابل كده. المخرج بتاعنا هو ميت ستوري وبصراحة دي حاجة مش مباشرة خالص ان هو اللي كان المخرج بتاع الاولاني خالص اللي ما كان نزل سنة الفين وخمسة. وكان برضو كان عامل حاجات تانية كان عامل كنزل كمان وكان عامل وكان عامل وكان عامل الجزء التالت. الفيلم اللقبة تاعة ايس كيوب وكيفن هارت. اه وتقريبا كان هو اللي عمل شافت كمان. السنة اللي فاتت بس انا للاسف الفيلم ما اتفرجتش عليه. اه ما اجيش معي سكة بصراحة يعني انا اتفرج على انا عملت له زمان تقريبا زمان. عملت له تريلر اكشن او ما امتلوش. والله ما فاكر. تقريبا عملت له تقريبا مش متذكري يعني. اه ده تقريبا ما عملتوش. تقريبا ما عملتوش. او عملت ومسحت وحاجة زي كي مش فاكر يعني. اه ما علينا. اه ده الفيلم بتاعنا بتاع التريلر لسه نازل تقريبا من تلات ارابعة ايام ولسه ما فاقش عليه حد لوقتي استنيت لما ازبط كده الوضع واعد وضع الكونغور اللي انا عاد في ده ممدد والبطنية بتاعتنا. عشان نعمل التريلر بتاعنا النهاردة. وبالفعل هنعمل التريلر بتاعنا النهاردة وهو فيلم اه تومانجاري. وانا بصراحة متحمس ليه جدا ان انا اشوفه. واتمنى ان هو يطلع حلو. التريلر بتاعه وما يغزلنيش بصراحة يعني انا الكاراكترز دول بالذات انا بحبهم جدا يعني. طبعا كالعادة مشوفش التريلر ولا مرة هشوفه معاكو دلوقتي الاول مرة تومانجاري اوفيشل تريلر يلا بينا. المترجمات من اوفيشتر أشهر لنهائي مثل مدينة لدينا موضوع لدينا موضوع هذا جميل يمكننا أن يدفع نحن مجرد مجرد سيكون لدينا لا سيئ هذا موضوع سيكون مرحباً لا يجب أن يكون هذا المنزل بشكل مرحباً بشكل مرحباً طريقة ما عايز اقول حاجات كتير اه طبعا الكاتب كان زمان جوزف باربرا ويليام هانا طبعا دول طلعونا كارتون او طلعونا يعني بنحلف بيه لحد النهاردة ومنتفرج عليه لو جيد في التليفزيون حتى هتفرج عليه يعني حتى لو انا عندي خمسين ستين سنة هتفرج على طوم الجيري عادي جدا يعني وتقريبا ده الكارتون الوحيد الذي اختلف عليه اتنين يعني انا شايف ده كده من وجه اطنظ backend عجبني جدا ان هما راجوعوا يعملوا الفكرة تانية بتاعة طوم انجيري بس احنا متعودين على طوم انجيري بتاعنا القديم اللي هو بتاع الاربعينات باينا لا خمسينات ولا ستينات حاجة شبه كده اللي هو كانش كان هو نائر ونقير يعني عجبتني الفكرة اللي برضو اللي موجودة فكرة ان هو نائر ورقير بعض ولسه بيغلصه على بعض وده مفروض يمسكه وكلام ده كله اللي تعاوننا عليها بتاعت الكارتون بتاع زمان بتاع الخمسينات والستينات والكلام ده كله احنا فرجنا عليه بعد كده لما كبرنا يعني كده انا مش موريد خمسينات وستينات يعني اه مع الاسف مع الاسف ما عجبنيش خالص يعني ما عجبنيش خالص بتاع الكاركترز الموجودة بتاع او الفيل اللي كان موجود حسيته على فكر البسيطة الجميلة اللي احنا متعودين عليها بتاع الكارتون زمان اللي كنا بنتفرج عليه يعني مش ده يعني انا وفكرة ان هم عاملوا الكارتون او الفكرة ان هو عفاكرين فيلم جامل اللي كان مفروض كان مفروض يتعامل الجزء التاني بتاعه السنة دي وكان معمول زمان بتاع مايكل جوردن اللي كان موجود كان فيه وكان فيه ومش عارف ايه والناس بتوعنا الحلوين يعني بتاع البسكت عاملين نفس الفكرة بالزبط برضو اللي هم جايبين الكاركترز يعني عن رغم الكاركترز زمان في سبيس جام كان سي جي اي كان احلى بكتير شوف في سبيس جام نازل تسعينات تقريبا السي جي اي اللي كان معمول سنتها بتاع سبيس جام احسن بكتير قوي من السي جي اي اللي معمول في بتاع اللي حينزل السنة الجاية وفكرة ان انتو عاملين وعملين وعملين وحطينه كأنه فيلم وعملين فيه مش عاجبني خالص مش عاجبني خالص بس انا يعني مسلا كان فيه معرفش انتو شفتوه لا بتاع كان فيه برضو نفس الناس ومش عارف ايه نفس الكاركترز اللي كانت موجودة في سبيس جام بس بصراحة الفكرة كانت فشلة من هنا لسه انا الجاية ما عجبنيش اللي معمول هنا انا شايف انه وحش جدا وفكر دي بنفس المتخلف اللي كانوا عاملينه في دا ولا مش عارف كان اسمه ايه وصانيك على فكرة كان حلوة اوي انا عجبني جدا الكارتون وعجبني اوي واحترمتهم جدا ان رجعوا الفيلم تاني وعملوه تاني يعني على فكرة اللي ما يعرفش ان اللي كان معمول في صانيك اتغير بعد كده يعني الفيلم اللي كان نازل اتغير كله تماما بالسي جي اي كان معمول وحش اوي وبعد كده ما لقوا الاقبال على الفكرة ان معمولة وحشة رجعوا فعلا عملوا الفيلم تاني والسي جي اي وزبطوه شكل صانيك بقى حلوة اوي شباب بتاع اللعبة بالزبط انا ده كنت اتمنى بصراحة كنت اتمنى ان هما يسيبوا نفس تومنجاري اللي احنا تعودنا عليه في الكاردون بتاع زمان الحلو وبتاعنا البسيط الجميل ما فيش اي مشكلة على فكرة كان حيبقى فيها نستالجيا وحيبقى في حاجات حلوة كتير وانا بصراحة اكتر حاجة باستاني في القارتون ده او في الانيميشن ده ان هما ما بتكلموش ودي اكتر حاجة بصراحة بسطيتني وقدت هتقفل اوي لو كانوا كانوا حيتتكلموا في الفيلم يعني لو كانوا جايبين اصواتfolgال لتومنجاري جايبين الناس ان هما يتكلموا بصراحة الحار ده كان حيقفلني جدا لانا احنا ما تعودين على هم ما حضراتكم تفتكروا. ما كانوش بيتكلموا وكان بيعملوا اسوات يعملوا كده. ما بيتكلموش. انت فاهمين زي? كان بيعملوا اسوات بس. انا لو كنت اعطيتني بتاع زمان. لو كنت اعطيتني بتاع زمان على النسخة بتاعت زمان على الكواليتي التاعت الفعلا البسيطة الغلبانة بتاعتنا بتاعت زمان. ومن كنت έχوعش يتكلموا ولا كان في الفيلم وكان نرجعه الس bättre تاني اللي كانت العدود برضو ناير ونقير معاها ومش عارف ايه والكلب وابنه الصغير والقط الاسود ومش عارف ايه انا بصراحة كنت حبق ببصه يعني كنت اول واحد حبق حاجز التذكرة وادخل اتفرج على الفيلم بصراحة بس بالوضع ده بالوضع ده بصراحة مش مبسوط خالص مش مبسوط خالص وبرضه قبل الحاجات اللي بصدتني في الفيلم ان فيه كان جونج كان جونج ده اللي كان عامل هانجوفر التريلوجي بتاع هانجوفر اللي كان شايل السلسلة بصراحة من وجهة نظري هو واعلن اللي هو زجلا في ناكس مبسوط او ان كنت جونج موجود في الفيلم ده انا شايف ان ده حيب العامل الكوميدي الوحيد اللي حيبقى موجود في الفيلم هو اه اصلاح احنا داخلين اتفرجوا على نائر ونقير بتاع تومن جاري مش داخلين اتفرج على قصة بقى ومش عارف ايه ومفروض تقبضلي على الفار ومش متعودين احنا عايزين على طول يعني انا بصراحة لو ده بتاع الفيلم ولو فضل على كده فعلا ومعملوش اي حاجة او بدلو في اي حاجة بصراحة هكون شاكك اننا ممكن اخش الفيلم يعني ممكن اكون ممكن اخش وممكن لا بس بنسبة كبيرة ممكن بنسبة بس انا ستين في المية وسبعين في المية ممكن اخشهوش لو على المنظر ده ولو ده بتاعه هينزل فعليا كده ومش حيبة فيه اي معادلة زي سونيك استنى الباشا بس يعدي بعدش تمام خلاص حد عايز حد عايز لمون الليمون بخمسة جنيه حد عايز لمون بس فانا بصراحة نسبة ترقبي لفيلم هتكون خمسة من عشرة مش اكتر من كده مع الاسف لان انا يعني انا اتمنى ان هم يعدلوا حاجة في الفيلم وما ينزلش كده يعملوش حاجة شبه سونيك حتى بقى احسن بكتير انا شايف كده من وجهة نظري بس ما عنديش اي حاجة اقولها تانية على فيلم طوام انجاري اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وان شاء الله يشوفكم فيديوات تانية قريب ما تنسوش تعملووا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم وما تنسوش برضو تعملووا اشتراك او سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هومالون حاسب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن وما تنسوش برضو تعملووا لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام ومش هيمشي الراجل عايزين لمون ولو حابين تدعموا القناة دي ما تدين على وباتريون وبايبال حاسب لكم اللينك برضو بتاعها في الديسكريبشن وباي باي